على منصة ريديت الشهيرة للقراءة نشر أحد الآباء مقال مأساوي عن ابنته يقول ابنتي عمرها 16 عاماً وكل يوم تقوم بجلب ذكر معها إلى غرفتها ويبارسون الفاحشة مع بعضهما وهو لا يستطيع أن يعارض فعلها أو يمنعها وذات يوم دخل عليها في الغرفة ليجد معها رجل عجوز أكبر منه سناً فلم يتمالك نفسه وقام بضرب ذلك العجوز وطرده من منزله فغضبت ابنته واتصلت بالشرطة ليحبس الأب بعدها بسبب اعتدائه على العجوز والتعدي على خصوصيات ابنته يكمل الأب مقاله بالكثير من المواقف المخزية من ابنته ليختم كلامه قائلاً لقد فشلتك أب أنا مكتئب جداً أنا أكره نفسي هذه القصة والتربية التي تبدو كأنها من عالم آخر هي قريبة جداً لا سمح الله أن تصبح في أبنائنا وبناتنا وإخواننا إذا ما طبق ما يسمى بقانون الطفل الذي يطبق الآن فعلياً في الغرب ويطالبوننا بتطبيقه في بلادنا العربية والإسلامية ما وراء كواليس قانون الطفل ينص قانون الطفل على ما يلي بداية يقصد بالطفل أي شخص عمره أقل من ثمانية عشر عاماً يحق له ما يلي أولاً الحق في تحديد جنسه ذكر أو أنثى كما شرحنا في حلقة النسوية إذا تذكر في السويد مثلاً لا يجب منادات الطفل بضمير المذكرة والمؤنث يجب عليه أن يختار هو بنفسه بعد عمر معين ثانياً يحق للطفل أن يكون شاذاً أو متحولاً إذا أراد يعني يحدد مجوله الجنسي ولا يحق للأسرة الاعتراض على هذا القرار لدرجة مثلاً في اسكوتلندا شرع قانون للأطفال يسمح لهم بتغيير جنسهم من خلال المدرسة دون موافقة الوالدين بعد عمر أربعة سنوات ثالثاً حق الطفل في احترام حياته وأفكاره ومعتقداته الخاصة يعني لو كنت مسلماً لا يحق لك أن تعلم ابنك الإسلام أو بمعنى آخر أن تجعله مسلماً رابعاً حق الطفل في الرعاية البديلة عن العائلة يعني يصبح للدولة الأحقية في أخذ طفلك وتملكه جبراً في حال خلفت النقاط التي ذكرناها بل وإعطائه لعوائل أخرى كما حدث ويحدث الآن في كندا وألمانيا وفرنسا من اختطاف لأطفال المسلمين من عائلاتهم وإعطائهم لعوائل أوروبية بهدف دمجهم في المجتمع على حد وصفهم خامساً حق الطفلة في توفير موانع الحمل لها بل ويسمح القانون بالإجهاض للطفلة في أي ظرف وفي أي شهر من شهور الحمل وقوانين أخرى كثيرة يعني باختصار تستطيع أن تقول أن كل شيء مسموح لمن هم دون الثامنة عشر عاماً باستثناء الزواج فهو ممنوع وجريمة في حال تزوجت قبل الثامنة عشر عاماً يعني لو تزوجت فتاة عمرها سبعة عشر عاماً يتم اتهامك بتهمة اقتصاب طفل ولكن مسموح لك أن تزني بها ومسموح لها أن تجهض متى شاءت وتحت أي ظرف وفي أي شهر طبعاً هذه القهون ليست معروضة كما شرحتها لك على حقيقتها الخام بل مزخرفة بعناوين جذابة كما هو الحال في قانون المساواة التامة بين الرجل والمرأة الذي شرحناه في هذه الحلقة سابقاً في قصة الرجل وابنته التي ذكرناها في بداية الحلقة قامت الفتاة بحبس أبيها والذي ساعدها في ذلك قانون الطفل نفس القانون الذي يبدو جذاباً بعناوين براقة ولكن في الجانب العملي يحول الطفل إلى قنبلة بإمكانه فعل أي شيء لدرجة سجن أبويه وفي حال غضب الأب مثلاً ووبخ ابنه أو قام بضربه لتأديبه حينها تقوم الدولة بتفعيل البند الرابع من هذا القانون ويأخذون ابنك منك جبراً وقصراً ويحولونه إلى جهات أخرى هذه الجهات الأخرى سأخبركم عنها بعد قليل وماذا يفعلون بالأطفال ولكن أكثر ما يركزون عليه في قانون الطفل هو حرية الجنس للأطفال جريدة استرالية نشرت تقول أن التراضي في العلاقات الحميمية بين الأطفال في المدارس سيصبح إلزامياً بدءاً من العام القادم يعني ممارسة الجنس بين قوسين الأطفال ما هم أقل من 18 عاماً في المدارس يجب أن يكون أمر مقبول ولا يجب الاعتراض عليه وتقول منظمة الأمم المتحدة لا يوجد سن معين لممارسة الجنس يعني مفهوم البيدوفيليا أو اجتهاء الأطفال أصبح أمراً مسموحاً بل أنهم أصبحوا يعلمون الطفل كل ما يتعلق بالجنس تحت ما يسمى التعليم الجنس الشامل أو الصحة الجنسية دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية تقول إن الطفل من عمر 0 إلى 4 سنوات يجب أن يعلم أنه يستطيع الاستمتاع بالعادة السرية والممارسات الجنسية مع نفسه وأن الطفل من سن 4 إلى 6 سنوات يستطيع التعلم عن العلاقات الجنسية الشاذة هذا التعليم الجنسي للأطفال فرض الآن في 60 دولة حول العالم وله إعلانات وضعيات ضخمة مؤسسة بلانت بارثوت التي هي من أشهر المؤسسات التي تنشر شعارات الصحة النفسية للأطفال والأسرة نشرت تقول إن مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية يجعلهم ينضجون سريعاً هذه المؤسسة في تقريرها السنوي الأخير بيّنت أنها عملت على تغيير 734 تشريع في أكثر من 170 دولة عربية وإسلامية منها وذلك بهدف الترويج لحرية الجنس لدى الأطفال فتركيزهم الآن أصبح على الدول العربية والإسلامية بعدما طبقت هذه القوانين لديهم في الغرب ومنظمة الأمم المتحدة تحاول إقناعك كشخص مسلم وتقول عبر موقعها إن التثقيف الجنسي مناسب لكل الثقافات أي أنه غير مختص بدول الغرب فقط بل أنتم يا عرب ويا مسلمين يجب أن يفرض عليكم قانون الطفل حتى تصبحوا مثلنا متطورين ومتقدمين ويجب أن يفرض عليكم ثقافة التثقيف الجنسي في المدارس والجامعات والندوات بل وصل الأمر إلى فرض عقوبات على من يمنع طفله من حضورها والأصعب يحاولون وضعه في المناهج الدراسية بالفعل حدث منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية جميعهم قاموا بالمشاركة الكتب القائمة عن تثقيف الجنسي بشكل علني والتي تفرض الآن في 60 دولة حول العالم اليونسكو نشرت أكثر من 779 كتاب عن تثقيف الجنسي للأطفال أشهرها الذي يظهر على الشاشة وكما تلاحظون في الصورة أمامكم وجود صورة لمسلمتان محجبتان على الصورة الغلاف الرسمي أو صورة رسمية للكتاب هذا الكتاب من يقرأه يعلم أنه يروج لكل أشكال الفواحش التي تتخيلها ولا تتخيلها من شذوذ وتعول جنسي وغيرها الكثير لدرجة وصل بهم الأمر إلى وضع صور تفصيلية للممارسات الجنسية بطريقة أقل ما يقال عنها فاضحة ونحن هنا لا نستطيع عرضها بوضع تشويش حتى فما بالك أنها تدرس للأطفال بتحت ما يسمى بالتثقيف الجنسي لهم تخيل أن المقاطع الإباحية والعياذ بالله أصبحت الآن تدرس للأطفال نعم ابنك أنت يوما ما وإخوتك الصغار الآن طبعا وقفت الأهالي واعترضت ولسان حالهم ابتعد عن أطفالنا لا نريد أن تثقفوهم جنسيا ولا نريد أن نطبق قانون الطفل الذي سيجعلنا كذلك الأب مع ابنة في قصتنا لو تجيب منظمة الأمم المتحدة نحن نفعل ذلك بناء على علم ودراسات وإبحاث هدفها حماية طفلك من أشهر الدراسات التي نعتمد عليها دراسات معهد كينزي كينزي لا حول ولا قوة إلا بالله كينزي هذا شخص بيدوفيلي يعني مشتهي للأطفال أجرى دراسات زائفة أعطى بها التبرير العلمي الزائف للإتجار بالأطفال واغتصابهم ولك أن تتخيل هذا الشخص أسس معهد متخصص لنشر السعار الجنسي والبيدوفيليا واجتهاء الأطفال يقول كينزي في إحدى كتاباته في كتبه الطفل يولد شهوانيا منذ الولادة ولا يتضرر بزن المحارم وإن الرضع يشعرون بالنشوة الجنسية وفي أبحاثه يثبت أن السلوك الجنسي الشاذ هو سلوك بيولوجي عادي وهو أول من دعا إلى الجنس مع الحيوانات واعتبرها علاقة طبيعية طبعا كينزي مات ولكن معهده ما زال قائما ومستمرا في نشر الأفكار المسمومة لأطفالنا ولك أن تتخيل أن الممول الأساسي لمعهده الآن هي منظمة الأمم المتحدة نفس المنظمة المشرعة لقانون الطفل ونفس المنظمة التي تقول أنها تعتمد على دراسات حقيقية في تشريع الجنس بين الأطفال تخيلوا أحبة في الله أن هذه الدراسات والأبحاث قامت على تعريض أكثر من 2035 طفل إلى الاختصاب ليقوموا بعدها بتأويل ما يمكن تأويله من دراسات زائفة تعارض الفطرة السليمة تقول إحدى ضحايا هذه الممارسات أن كينزي دفع لأبيها المال لاختصابها وهي طفلة بحجة عمل أبحاث عليها ويوجد الكثير غيرها من الأشخاص الذين اعترفوا فيما بعد بالممارسات البشعة التي أجريت عليهم من كينزي وفريقه لدرجة أن هناك منظمات أمريكية وعالمية تحذر العالم من معهد كينزي وأفكاره التي يبثها الآن في العالم مثل هذه المنظمات التي تظهر على الشاشة الأمر خطير وما زال على أطفالنا وهنا قد يقول أحدهم وماذا يستفيدون من انتكاس فطرة الأطفال وتدمير الأسر؟ المال بكل بساطة نعم هذه مؤسسات رأسمالية تعتمد بشكل أساسي على تدمير الشعوب ونهب ثرواتهم وتسعير أجيالها من خلال الاحتلال الناعم وغير الناعم عندما يفرضون حق الطفلة في تعاطي موانع الحمل فمصانعهم تعمل وعندما يفرضون حق الطفلة في الإجهاض فمستشفياتهم تعمل وعندما يأخذون الأطفال من بيوتهم ويحولونهم إلى جهات أخرى لاستغلالهم جنسيا والعمل في بيوت الدعارة والعداد مستمر فالنساء والأطفال ورقة رابحة في الإتجار بالبشر وهذه المنظمات تفهم هذه المعادلة جيدا العائد السنوي من السعار الجنسي والإتجار بالبشر 733 مليار دولار نهاية هذه الحملة الممنهجة لست وحدك من استهجنها وانتفض ضدها قبل أيام قليلة قامت مظاهرات كبيرة جدا في سربيا ترفض قانون الطفل بالنهاية هذه الحلقة تعتبر تنخيص لما يسمى بقانون الطفل أو ما نسميه نحن قانون الطفل المسموم فهذا واجبنا أمام الله وأمام أنفسنا وأمام أولادنا والمجتمع سأضع لك أيضا روابط لتعلم أكثر عن هذا القانون وتحميل عائلتك بإذن الله ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة